اشتركوا في القناة اما بالنسبة لمعدل الرطوبة فيتناعز الـ 41 درجة مئوية اما بالنسبة لمعدل الضغط الجوي فهو يتراوح ما بين 987 ميلي بار اما بالنسبة للأخبار اليوم فهي كالتالي اعلنت مدينة تورينو على لائحة المتطوعون الذين تم اختيارهم في نطاق مشروع الخدمة المدنية لشباب المهاجر او المعروفة بسرفيسو تيفيلا برجوفاني ميقراتي مدة هذه الخدمة هي سنة واحدة وسيتلقى هؤلاء الشباب على مبلغ 350 يورو لكل شهر كمساهمة رمزية المحضوضون او المستحقون يمكنهم الاستطلاع على هذه اللائحة على الرابط الذي يظهر على الشاشة في هذه الاتناء تشارك مجموعة جي تي تي في الادراب العام لنقل الحضاري الذي سندم يوم الجمعة ساعة اليوز القادم على المستوى الوطني وعليه فستبقى حافلات المجموعة في مستودعاتها كل النهار باستثناء الاوقات التالية من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة التاسعة ومن الساعة الثانية عشر حتى الساعة الثالثة بعد الزوال حيث ستكون الحركة مدمونة تفتح مراكز استدو أبوابها للشباب متروحة عمارة ما بين 14 و18 سنة والذين سيقضون الفترة الصيفية في المدينة حيث تقترح عليهم باقة منتروحة من الأنشطة الرياضية والتقافية المشاركة مجانية والتسجيل غير ضروري فيكفي التوجه إلى إحدى هذه المراكز مسلحين برغبة كبيرة في النشاط والاستمتاع نخبر أعزائنا المواطنون وخصوصا أولائك الذين ينومون الصفر من مطار سندرو برتيني من يوم الجمعة 16 يوليوز ابتداء من الساعة التاسعة حتى منتصف النهار من يوم الأتونين 19 يوليوز أن المطار سيكون مغلق من أجل الإصلاحات العادية وبهذا السبب ستنظم مراحلات مجانية لإيسال الركاب إلى مطار ميلانو منبينسا كما فعل في سنة الماضية ينظم القطب المدانين للصحة التابع لبلدية تورينو من الأتونين 12 يوليوز إلى غاية الأحد 18 يوليوز في نطاق مبادرة الصحة في البلدية 2010 سلسلة من اللقاءات لإحياء حضائق جردين ريالي الموجودة في كرسوس الموريسيو من بعد الزوار حتى المساء كل المبادرات مجانية وللاستطلاع على اللائحة الكاملة للبرنامج يمكنكم زيارة الموقع باللغة العربية وقد كانت هذه آخر أخباري اليوم دمتم بفرعة الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة